التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الشباب الرياضة أشرف صبحي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وخلال الاجتماع عرض الوزير الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المناشطات خلال الفترة من السابع عشر حتى العشرين من مايو من العام الجاري مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى على أرض مصر من جانبي أكد رئيس الوزراء أهمية التنصيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية بتنظيم تلك الفعاليات العربية والعالمية على أرض مصر وذلك ولكي تظهر بالصورة اللائقة